النهاردة حيكون السوديو الماتش مهم جدا 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 وماتش ببطولة البطولة هي ببطولة السوبر الافريقي اللي النادي الاهلي زعيم فيها اللي النادي الاهلي هو اللي بيحمل اللقب او اللقب الافريقي اللي هو ان شاء الله ان شاء الله بدون مؤطعة النهاردة يبقى التامن للسوبر الافريقي النهاردة مباراة قدام شقيقه الرجاء المغربي بالتأكيد مباراة صعبة مباراة صعبة عشان هي مباراة واحدة ببطولة وزي ما قلنا نادي الأهلي هو حامل الرقم القياسي والنهاردة بيطمع في تحتيم الرقم القياسي ليه مباراة مستهلة احنا عارفين دايما الماتشات دي اللي بيننا وبين دول شمال أفريقيا دايما بتتسم بالصعوبة والندية والإثارة هنتكلم عنها فنيا أكيد كتير ونحلل استعدادات الفريتين لكن الأهلي هو موجود في الماتش ده كلنا كلنا كشعب مصري بنشعر بالفخر مش الأهلوية بس المصريين كلهم بيشعروا بالفخر إن النادي الأهلي متواجد النهاردة وبيمثل مصر في بطولة مهمة جدا 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 لأن النادي الأهلي طرف دائم في البطولات الكبرى النادي الأهلي هو الزعيم زعيم الأندية المصرية في البطولات القرية وهو الممثل الدائم مش لمصر بس ولكن لإفريقيا كمان في المحافل الكبيرة لو حضرتك تبعت أي استفتاء أو منافسة حتلاقي دائما في اختيار الأفضل الأهلي هو اللي حاضر معنا على الشاشة كواليس طبعا هي من هناك من القطر وشايفين استعدادات فرقة النادي الأهلي وهم حتى التركيز في فندق المباراة قبل ازدهاب لملعب المباراة والكلام ده على فكرة يمكن كلنا حاسين بقالة على فكرة أنا واحد من الناس حاسس بقالة لكن لو بصت لعيون اللعيبة أنا بحب دايما أبص على الحاجات دي قبل المباراة ببص دايما على التركيز بتوع اللعيبة التركيز بتوع اللعيبة حتى الضحك بيكون بحساب يعني ممكن تلاقي قبل الماتش بيومين ثلاثة في تحضير في جدية بس في ضحك فيه زر شوية يعني ممكن مش فك بس ممكن تلاقي العملية يعني هادية بعض الشيء ولكن يوم المباراة أو ليلة المباراة التركيز بيبقى حاضر بنسبة 100% لأن النادي الأهلي هو اللي حاضر النهاردة في بطولة السوبر والنادي الأهلي اللعيبة بتاعته عارفة يعني إيه النادي الأهلي عارفة يعني إيه فانيلة النادي الأهلي عارفة يعني إيه لما النادي الأهلي يخش نهاية بطولة أو يخش مباراة بطولة معناها إيه؟ معناها حاجة واحدة بس المكسب ولا بديل عن المكسب لأن مباراة النهاردة لا تقبل القسمة على اثنين لازم فائز والفائز إن شاء الله يكون النادي الأهلي زي ما احنا شايفين يعني حتى وهم اللعبة تاخد الأسانسير ونزلة شايفين الجدية والتركيز على فكرة أنا قدامي كابتن مثلا ولي سليمان كابتن ولي سليمان طبعا حدث ولا حرك يعني لو اكلمنا عنه ممكن ناخد حلقات وحلقات ولكن عايزك تبص على كابتن ولي سليمان وهو أصلا مش لعب أساسي في التيم ولكن هو قدوة للبيت اللعبة بص على نسبة التركيز عند الكابتن ولي سليمان بص على نسبة التركيز عند بيتي اللعبة وتعرف ان هو دا دايما النادي الاهلي البطولة او اي مباراة فيها فائز وخاسر عادي احنا راضين بكده ولكن انا بيني وبين الخصن ملعب الملعب هو الفايصن الملعب دايما هو الفايصن ودايما مش على طول طبعا ولكن دائما النادي الاهلي هو اللي حاضر النادي الاهلي هو اللي فايز وان شاء الله نهني بعض كلنا بعد المباراة بفوز النادي الاهلي باللخب الثاني في بطولة الثامن في بطولة السبر